المعتقل ميلود بن روان هذو أهل بسكرة عيب وعار عليكم ياهل بسكرة إذا ما تكونوش أيضا تخرجوا في المظاهرات وفي احتجاجات لإطلاق أحرار المدينة وهذا ينطبق على كل المدن في الحقيقة حي الله ميلود بن روان أحد الطلب الأحرار حقيقة يعني وحياته في خطر عنده ست شهر من اللي رهم ما ديرونه في الحبس ولم يحدد تاريخ للمحاكمة على الأقل الناس يتظاهروا يقولوا مجيبوا حكموه إلا عنده دار حاجة وأنا نتأكد لكم لو كانت الظاهر وحي تلقوه سمعنا أن أمار قرقاش أمار قرقاش في الجلفة أطلق الصراحة وعلى بوابا يطلق لأن هالجلفة في ورق لأن هالورق لن يتوقف ضغطكم يجيب نتيجة وتذكروا دائما أن يخافوا وميحشموش قول جاد حكومة أنت على الشعب تقول لي تحشب ما تخافش ما تخافش من الناس يخرجوا ويتظاهروا ما تحاق يقولوا راح تظاهر لا راح حق التظاهر مكفول ما تكسرش برك ما تفسدش وإلا عندك حق تديه بالصح لأن حكومة مدنية ما تخافش نبعم الشعب جابها الشعب أو لما تجي بكل الكابرانات تاع فرنسا ترجمة نانسي قنقر